السلام عليكم لدينا أخبار منوعة لنبدأ بالخبر الأول ألغت هنغاريا المجر موعدا لزيارة وزيرة الخارجية الألمانية من حزب الخضر أنالينا بيربوك بدون ذكر أي أسباب كانت هذا اليوم بيربوك سوف تقوم بزيارة إلى هنغاريا وتلتقي أيضا بزميلها هناك في هنغاريا أيضا وزير للخارجية لكن فجأة قالوا لوزيرة الخارجية لا تحتاج أن تأتي إلى المجر لا تحتاج أن تأتي إلى هنغاريا لقد تم تأجيل هذا الموعد تسألت الصحافة الألمانية لماذا حصل هذا الأمر العلاقة بين هنغاريا وبين ألمانيا جدا متوترة لأن الحكومة الألمانية ومجموعة من السياسيين الألمان ينتقدون رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان فيكتور أوربان هو يميني محافظ يميل شيئا ما أيضا إلى التشدد يعني التشدد بالسياسة سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية أيضا يميل إلى التشدد مع اللجوء خصوصا اللجوء من الدول مثلا من الشرق الأوسط أو من شمال إفريقيا يعني يطلب أيضا بعلاقة ودية وعلاقة جيدة مع روسيا لأنه أيضا يوم أمس زار روسيا والتقى هناك أيضا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا الأمر أغضب جدا الأوروبيين وألمانيا انتقدت بشدة زيارة فيكتور أوربان لأن دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي دولة الآن أخذت رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر وقالوا له ليس فقط لأنه الآن أصبحت هنغاريا هي رئيسة الاتحاد الأوروبي تعمل ما تجاء فقالوا له يجب أن تتشاور معنا لدرجة أن مستشار ألمانيا أولف شولز عبر عن انتقاده وغضبه لزيارة فيكتور أوربان إلى روسيا ولقائه هناك مع الرئيس الروسي وقال مستشار ألمانيا أولف شولز بأن فيكتور أوربان يمثل نفسه ولا يمثل الأوروبيون فيكتور أوربان يقول لهم يجب بالعكس أن نتحاور مع روسيا ويجب بالعكس أن نتحاور مع أوكرانيا ويجب أن نجد حلا سلميا ونوقف هذه الحرب لكن دول الأوروبية تقول له إيقاف الحرب ليس بالشروط الروسية ولا بأي شروط إيقاف الحرب يجب أن يكون باستسلام روسيا وخروج روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها وبشروط أوكرانيا لذلك هناك شد وجد لكن فيكتور أوربان الذي زار أيضا أوكرانيا والآن زار روسيا يقول لهم يجب أن نجلس الطرفين على طاولة الحوار إضافة إلى ذلك العلاقة الألمانية الهنغارية متوترة جدا لأن ألمانيا أيضا تنتقد السياسة لأن حكومة فيكتور أوربان كما قلت لكم في هنغاريا هي حكومة يمينية ألمانيا تتهم هنغاريا بأن الرئيس الوزراء الهنغاري وحزبه يمارس ضغوط على المعارضة هناك في هنغاريا لذلك ممكن أن كل هذه الأسباب جعلت أنه بآخر لحظة تقوم الحكومة الهنغارية بإلغاء أو تأجيل زيارة وزيرة الخارجية لأنه أيضا وزيرة الخارجية أنا لنا بغبك قالت بأنها ترغب أن تتكلم أيضا مع رئيس وزارة هنغاريا حول هدف زيارته إلى روسيا ولماذا زار روسيا دون التشاور مع الأوروبيون فممكن لأن هنغاريا هذا الأمر لم يعجبها فقاموا بإلغاء الزيار أيضا موضوع آخر تناقشه الصحافة الألمانية وهو ارتفاع مبيعات الأسلحة الألمانية بشكل كبير بالنصف الأول من عام 2024 حيث وافقت الحكومة الألمانية بستة أشهر هذا العام على بيع أسلحة بقيمة 7.6 مليار يورو أكبر الدول التي حصلت على الأسلحة الألمانية هي أوكرانيا حيث حصلت على أسلحة بقيمة 4.9 مليار يورو وبخصوص أكثر الدول الخمسة التي تشتري الأسلحة الألمانية المركز الأول هي أوكرانيا المركز الثاني سنغافورة المركز الثالث أمريكا المركز الرابع الهند والمركز الخامس المملكة العربية السعودية أيضا أصدقائي صدرت الأرقام الجديدة لطلبات اللجوء في ألمانيا بالنصف الأول من هذا العام يعني منذ بداية عام 2024 إلى منتصف عام 2024 ولحظوا بأنه انخفضت طلبات اللجوء في ألمانيا لو قارنناها بالستة أشهر الأولى من عام 2023 بـ 20% رغم هذا الانخفاض لاحظوا بأن ألمانيا هي أكثر دولة تجذب الناس لها من أجل تقديم طلبات اللجوء حيث قدم في ألمانيا بالستة أشهر الأولى من عام 2024 115682 طلبا للجوء المركز الأول لطلبات اللجوء يعني 29% من طلبات اللجوء التي قدمت هي لحامل الجنسية السورية 18% هي لحامل الجنسية الأفغانية و10% هي لحامل الجنسية التركية معلوم بأن الأوكرانيين لا يدخلون ضمن اللائحة ولا يقدمون اللجوء لأن الأوكرانيون معفيون من طلب اللجوء ويمكنهم عند القدوم إلى ألمانيا مباشرة التقديم للإقامة وبعدها التقديم لإما العمل أو التقديم لجوب سنتر وأيضا الحصول على التأمين الصحي أحزاب المعارضة في ألمانيا انتقدت بشدة خطة الحكومة لجد بدوي الكفاءات للعمل في ألمانيا يوم أمس نشرت لكم بأن الحكومة الألمانية تخطط لعمل تخفيضات ضريبية خاصة بدوي الكفاءات من أجل الهجرة إلى ألمانيا هذا الأمر أغضب جدا المعارضة لماذا؟ ألمانيا غيرت القوانين وعملت الآن قانون الهجرة كي يأتي يدوي الكفاءات إلى ألمانيا ويعملوا في ألمانيا لأن ألمانيا حسب أيضا وزارة العمل تحتاج سنويا إلى أربعمائة ألف عامل وموظف مهاجر من دوي الكفاءات يأتون إلى ألمانيا مباشرة يعني يكونوا جهزين لسوق العمل يأتون ويدخلون مباشرة إلى سوق العمل لأن ألمانيا تعاني من ارتفاع أيضا نسبة الشيخوقة ولأن عدد كبير من الناس سوف يخرجون إلى التقاعد بالسنوات المقبلة لذلك ألمانيا تحتاج إلى العمال فقالت الحكومة الألمانية ولحظت الحكومة الألمانية بأن رغم تغيير القوانين رغم أنهم غيروا وسهلوا قانون الهجرة رغم أنهم عملوا قانون الفرص رغم أنهم غيروا قانون الجنسية وأصبح سهلا على الناس الذين يهاجرون إلى ألمانيا من أجل العمل يعني يأتون بتأشيرة البحث عن عمل أو بتأشيرة عمل سهل عليهم بعد سنوات يحصلوا على الإقامة الدائمة وسهل عليهم أن يحصلوا على الجنسية وسهل عليهم أيضا أن يعملوا لما الشمل لجميع أفراد أسرتهم رغم ذلك لاحظوا بأن ألمانيا ما زالت لا تجذب بشكل كبير ذوي الكفاءات من الحرفيين المهاريين ومن أيضا مثلا أصحاب شهادة مهنية أو أصحاب شهادة جامعية أو حتى من الناس الذين ليست عندهم شهادة لكن عندهم خبرة عملية كبيرة فتسألوا ما هي الأسباب لأنه يعني من الأسباب الكثيرة يقولون أيضا بسبب اللغة هناك أيضا من الناس دوي الكفاءات لا يأتون إلى ألمانيا بسبب نظام الضرائب يفضلون الذهب إلى أمريكا، كندا أو إلى أستراليا أيضا إلى المشاكل التي انتشرت مثلا بارتفاع الأحزاب اليمينية كثير من الناس يقلقون بأن يأتون إلى ألمانيا أو يعملوا في ألمانيا وبعد ذلك يتعرضون مثلا في بعض المناطق أو في بعض الأماكن إلى العنصرية أو إلى الإقصاء ما يجعلهم يذهبون إلى أماكن أخرى أو مشكلة السكن ومشكلة البيروقراطية لأنه أيضا عدد كبير من الناس الذين جاءوا إلى ألمانيا من أجل العمل ومن أجل الهجرة الشرعية حصلوا على تأشيرة جاءوا إلى ألمانيا ويرغبون بتمديد التأشيرة أو تمديد إقامة العمل ووجدوا بأنه صعب جدا الحصول على موعد بمكتب أوسلندا بيهردو هذا الأمر يأخذ مدة طويلة يعني حتى تمديد الإقامة لدوي الكفاءات يحتاج وقتا طويلا إضافة أيضا إلى مسألة الطقس فالحكومة الألمانية جلست وفكرت وقالت كيف يمكن أن نعمل كي نجدب دوي الكفاءات لأن الاقتصاد الألماني يعاني ويعاني خصوصا أن ألمانيا تحتاج إلى ناس مهاريين يدخلون مباشرة إلى سوق العمل ويأتون بطريقة شرعية إلى ألمانيا فقرروا وقالوا سوف نعمل نظاما جديدا هو نظام ضرائبي خاص بدوي الكفاءات وقالوا بأن دوي الكفاءات تعالوا ومرحبا بكم في ألمانيا نحن فقط في ألمانيا سوف نعفيكم ونعطيكم امتيازات ضريبية لن تحصلوا عليها في بلد آخر لو جئتم إلى ألمانيا وعملتم يا دوي الكفاءات يعني جئتم بطريقة شرعية إلى ألمانيا وعملتم في ألمانيا أول سنة مرتبكم سوف يحصل على تخفض وامتياز ضريبي ناقص 30% لن تدفعوها للضرائب سنة ثانية في ألمانيا ناقص 20% امتياز ضريبي وهدية من الدولة سنة ثالثة ناقص 10% امتياز ضريبي وهدية بهذه الطريقة ترغب ألمانيا جد بالناس لكن المعارضة غضبت جدا وقالت بأن هذا تمييز وإقصاء لكل من يعيش في ألمانيا ويعمل في ألمانيا وسوف يقسم المجتمع ويزيد أيضا الغضب من المهاجرين يعني أنتم ترغبون جلب المهاجرين وهكذا سوف تتسببون فقط بتفريقة المجتمع وأنه ممكن المجتمع لا يتقبل المهاجرين لأنه سيصبح هناك عامل درجة أولى الذي هو دوي الكفاءة من دولة خارج ألمانيا الأجنبي وبين العامل الذي يوجد في ألمانيا إما أجنبي يعيش في ألمانيا منذ مدة أو درس في ألمانيا أو مثلا ألماني يحمل جنسي الألمانية أو أوروبي إلى آخره لن يحصلوا على تخفيضة ضريبية فقالوا بأن هذا الأمر ليس بالجيد وسوف يزيد فقط التفريقة أيضا تعالت أصوات وقالوا لهم يعني جاءت مجموعة أيضا من الأصوات يقول لهم لماذا تنظرون دائما بعيدا؟ قالوا لهم انظروا فقط داخل ألمانيا هناك ملايين اللاجئين مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من دوي الكفاءات لكن ليس عندهم حق العمل لا يتم دعمهم بكورسات لتقوية مهاراتهم هناك عدد كبير من اللاجئين درسوا في بلادهم أو عندهم شهادة مهنية أو عندهم خبرة عمل حتى لو ليست عندهم شهادة لأن بلدهم ليس فيها نظام الأوس بلدونغ التكوين المهني عندهم خبرة سنوات بحرفة معينة بمهنة معينة ادعموا هذه الملايين الذين لا ينالون الفرصة وستكسبون أيضا مهارات كبيرة يعني يجب أن يكون هناك توازن الاهتمام باللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا والذين لا يجدون فرصة للعمل الاهتمام بهم والاستثمار بهم وأيضا فتح باب للهجرة وأيضا الاهتمام أيضا بالألمان فكثير من الأحزاب تقول هناك عدد كبير من الألمان مسجلين بجوب سنتر يحتاجون إلى فرصة يحتاجون إلى دعم ادعموهم أيضا وسوف ينتهي الأمر الخاص بالنقص الكبير في اليد العاملة ننتقل أصدقائي إلى الفقرة الرياضية حزن كبير في ألمانيا ما زال مستمرا بسبب الهزيمة يوم أمس أمام إسبانيا ألمانيا إن هزمت يوم أمس 2 ل 1 أمام إسبانيا اللقاء انتهى يعني بواحد لواحد وبأشوط الإضافية يعني إسبانيا في أخر الدقائق قبل ضربة الجزاء سجلت هدفا لكن قبل تسجيل إسبانيا للهدف وهذا ما أغضب ألمانيا وأحسها بالظلم وأحسها بالحزن هو ضربة الجزاء كان اللاعب الألماني موزيالا هدف الكرة باتجاه المرمى وصدمت الكرة في دراع وفي يد لاعب إسبانيا لكن الحكم قال لا ليست ضربة جزاء لأن اليد كانت نزلة وحزب القوانين عندما تكون الرجل وتكون اليدين بهذه الطريقة قالوا بأنها ليست ضربة جزاء لكن هذا الأمر أغضب الألمان لأنهم قالوا أنه لو كانت الكرة متجهة مثلا بشكل عشوائي وضربة اللاعب فهنا ليست ضربة جزاء ولا نقاش فيها لكن قالوا بأن الكرة التي قدفها اللاعب موزيالا لاعب المنتخب الألماني كانت متجهة إلى المرمى ويد اللاعب منعت تلك الكرة من التوجه إلى الشبكة يعني إلى المرمى فقالوا هنا يعني ضروري على الأقل لو كانوا استعمالوا نظام الفوء أغ يعني من أجل رؤيت هل هناك ضربة جزاء إلى آخر فلذلك نال الحكم الإنجليزي انتقادات شديدة فمبروك لمنتخب إسبانيا الفوز والتأهل إلى نصف النهاية سوف يواجه منتخب فرنسا لقاء سيكون قوي بين فرنسا وإسبانيا بنصف النهاية وحد أوفر وحد سعيد لمنتخب ألمانيا بباقي المسابقات لكن منتخب ألمانيا كسب منتخبا كبيرا منتخبا قويا صراحة ظهر بوجه مشرف يوم أمس ووجه جميل جدا يوم أمس إضافة أيضا إلى أن المنتخب الألماني كسب مدربا رائعا جدا وهو المدرب يوليان ناغلسمان اللقاء الثاني يوم أمس بين فرنسا وبين البرتغال كان لقاء جميل جدا انتهى بالتعادل صفر لمثله ما أدى أيضا إلى دخول الفريقين إلى ضربات الجزاء فرنسا انتصرت بضربات الجزاء خمسة لثلاثة مبروك لفرنسا وحد أوفر للبرتغال هذا اليوم سوف تكون مواجهتين المواجهة الأولى ستكون الساعة السادسة بين إنجلترا وسويسرا والمواجهة الثانية هي ستكون في مدينة برلين الساعة التاسعة بين هولندا وتركيا هذه المواجهة هناك قلق أمني كبير تواجد أمني شديد جدا في مدينة برلين لأنه أيضا سوف يحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أيضا بسبب أن الشرطة الألمانية طلبت من الجماهير التركية عدم الاستماع إلى الجماهير التركية التي تنتمي إلى اليمين المتشدد في تركيا وأن لا يعمل حركة اليد التي ترمز إلى جماعة الدئاب الرمادية التركية فهناك الآن قلق بأنه يكون هناك استفزاز يكون هناك مشاكل أمنية هذا اليوم خصوصا أيضا أنه هولندا أيضا نعلم بأنه في هولندا توجد جالية تركية كبيرة ونعلم بأنه هولندا الآن توجهت أيضا إلى اليمين المتشدد الذي ينتقد الأجانب إلى آخره فيعتقد بأنه هذه المواجهة ستكون أيضا مواجهة سياسية مئة بالمئة نتمنى أن تبقى الكورة بمجالها الرياضي مجال جمع الشعوب ومجال المحبة ونتمنى أن الرياضة تبتعد عنها السياسة وتبتعد عنها المشاكل السياسية لأنه نريد أن الرياضة تجمع ولا نريد بأن الرياضة تفرق كانت هذه أصدقائي أهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء